أعرب القصة أندري زاكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر عن تهنيه القلبية لرئيس عبدالفتح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وفي برقيته أعرب القصة أندري زاكي عن سعادته وسعادة أعضاء المجلس الإنجلي العام ورؤساء المذهب الإنجلية في مصر بهذه المناسبة العزيزة كما بعث الدكتور زاكي برقية تهنئة مماثلة إلى عدد من كبر شخصيات في البلاد من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد أطيب الشيخ الأزهر الشريف والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنف الجبالي رئيس مجلس أنواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أشيوخ